قامت القافلة الطبية التي تنظمها جامعة طنطا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوقيع الكشف على 1140 حالة وتحويل 54 مريضا إلى مستشفى الطنطا الجامعية لتلقي العلاج وأكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي حرص الجامعة على توجيه القوافل الطبية والتوعوية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا داخل محافظة الغربية كما شدد على تطبيق شعار قافلة كل يوم لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وإسهاما في تطوير المجتمع المحيط